أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر اهتمام المحافظة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي المتعلق بصون العادات والتقاريد والحرف التراثية جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة برئيس المكتب الإقليمي لاليونسكو نوريا سانز بمصر وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لتحويل المناطق التاريخية لمتحف مفتوح وذلك لجزب الاستثمار السياحي عن طريق ربطها ببعضها البعض وكذا تطوير المناطق المحيطة بها